اشتركوا في القناة نعم اليوم بدنا نحكي عن هيدا الأوضاع الراهني ان كان اقتصادية وان كان امنية وان كان من كل النواحي فرضت علينا فرض المواضيع اللي عم نحكيها اليوم بدنا نحكي عن بيظل الوضع الاقتصادي وفوتة المدارس هلأ صرنا بايلول العام الدراسي الجديد اللي بده يبلش وانتقال الأولاد من مدرسة لمدرسة لأنه عم بنتقلوا غصبا عنهم لأنه اقتصاديا ما بقي يقدروا يكفوا بالمدرسة اللي كانوا فيها تداعيتها هيدا كلها عاها الأطفال وعا أعمار بمراحل معينة شو هي وكيف فينا نجنبها كيف فينا نخفف من من تأثير السلبي على أولادنا مضبورة من تأثير السلبي يعني طبعا حتى إذا أخذنا الفئة العمرية على الستعاش والسبعة عشر بيتأثروا أنه انتقلوا المدرسة إلى أخرى بفعل الأوضاع الاقتصادي الأهل اللي ممكن بوقت فيه يتحملوا القصة بهالمدرسة بروحوا على قصة أقل اللي هو منطقي هلا المشكلة أنه الشباب والصبايا ممكن على مضب يتأقلموا اللي عمروا ستعاش سبتعاش في مدرسة جديدة وبيضلوا على تواصل مع زملائهم أطرابهم من المدرسة السابقة بس عم بفوتوا عجو جديد يعني واحد راح عمدرسة نحنا هم بتعرف كيف نفوت عمدرسة عمرنا خمس سنين منروح عليها ذاتها الابتدائية والتكملية والثانوية يعني بنربى سوا يعني ما يقول عائلة تانية عن جد بتكون عائلة تانية بتجي هلا قبل ما تفوت عالجامعة بسنتين بغير عائلتي بروح علي مدرسة غيرها بقى صعبة لكن بعد أهون من اللي عمرهم تحت الـ 14 و13 اللي عمرهم تسعة سنين عشر سنين عم نغيرهم مدرسة وبنفس الوقت تسعة وعشر سنين فينا نشرح لهم وضع الاقتصادي ما معناه ترح يقبل وما يحكونا عليها تأثيراتها لكن ممكن أنه نحكي بالمادة بالوضع المالي مع العمرهم عشرة و11 بس اللي عمرهم سبع سنين وست سنين كيف نحكيهم يعني شو ما نقللهم طبعاً بدنا نقللهم نقللهم ياهمة مهيل عملوا سبع سنين لكن نفس الوقت الأهل بيعرفوا أنه في سبع سنين بيقدر مش مادرو يتفهم لكن يفهم وضع الاقتصادي بدون خوف وفي سبع سنين بخاف بدي قلك هيدا بخاف يعني هو دي جا عم بغير مدرسة ودك تجي تقل له أنه أنا لأن ما بق معي بس ما هو أفكاره رح تيقته لغير مطارح كثيرة يعني مضبوط صحيح لذلك الأهل دايما بيسألوا بأي عمر فينا نحكي بالتفاصيل المادية هيدا مع أولادنا بالنسبة للمدرسة هاي السؤال كتير حساس لأنه عادنا بقول تسع سنين وما فوق لكن حتى تسع سنين ممكن تولد له نخوف لكن أقل تولده نخوف ما شو أنه بيفتكروا أنه ما بقى رح تسير في عنا أكل يعني رح نجوع رح نجوع بالبيت هلا السبع سنين وست سنين ممكن يتفهموا ويقولوا بس ما أنا بدي أنه بدي يضل بالمدرسة الزيتة يعني بعد ما نحكيهون وشرح لهم وفي سبع سنين بخافوا بمعنى اللي عم نحكي عنه أنه بطل فينا نشتري هالغرض بطل فينا الأكل بطل فينا شو رح بيسير فينا بقى هون الأهل بدون يعرفوا كيف مضروري إذا خي عنده أولاد من عمر ولادة أنه نحكيه النفس الشي لأنه أوقات بكونوا توقم والواحد بيحكي مع حدا شيء والتاني لغة تانية لأنه كل واحد بيحلل شيء كل واحد بيكبر الأمور في حدا حساس أكتر من حدا يمكن يحملوا هم الأهل يعني مش بس إن الخاف أنه هلا أحضاء طيب عنا أكل بيت ناكل بصيروا هم الماما والبابا أنه كيف عبيشتغلوا وكيف رح يلاحقوا علينا قد يشعرون بعقدة الذنب أنه أنه طيب سوري طبعا ما نكلفكم كتير نحنا مدرسة يعني كمان ما ناخد لها بعض أكتر أنه أسجين أشرح لهم وضع المادي بصيروا يعتذروا على وجودهم بالحياة أنه عبيكالفونا قصة المدرسة لكن ليس البديل أنه ما نعطيهم ليس البديل أن نعطيهم معلومة خاطئة أنه لا ما ننقل على المدرسة الفلانية لأنه هاي دي مدرسة أحسن أو أفضل وهو ليس كذلك ليس هو السبب بلع منقول السبب متل ما هو لكن بالدوز بالعيار اللي ممكن يتفهموا ابني أو ابنتي بالنسبة لفئته العمرية بس وقت الانت عم بتقوله بالعيار لفئته العمرية هيدا الولد رح يختلف كل شي عنده يعني حتى مبنى المدرسة لأنه رح ينتقل تنقول من مدرسة جيدة جدا تنقول أو كمستوى كتير منيح وإكيبمان كتير منيح وغرف كتير منيحة رح ينتقل لأنه وضع الاقتصاد ما بيسمح له بقى يكون بمدرسة هل قد النفو طبعه عالي بدي نتقل على مدرسة نفو طبعه أوطى هيدا اللي رح يشوفه مختلف كليا رح يكون عن الاهل عم بقولوله يا تقدر يستوعبه يعني النظر طبعه رح يشوف شي يصدمه بعض اكتر صحيح هلأ هون الاهل عليهم انه يشرحوا المستوى الاكاديمي للمدرسة اللي نقلينك اللي نقنيلك عليهم يعني هنقلكم عمدرسة مستوها العلمي هو ذاته لكن غرفة يمكن ما تشوفوا وبشرحوا بعض الاشياء اللي كانت المتواجدة من اجل بعض الانشطة بالمدارس السابقة مانا موجودة بهالمدرسة ممكن لأنه القصد شو بي يعني لما يكون في نسبة نجاح اوقات بالمدرسة اللي قصدى اقل يمكن يكون نسبة نجاحة اكتر من المدرسة اللي قصدى اكيد احنا ما عم نحكي عم نحكي عن اللي رح يشوفه هيدا الولد اللي ما فيه ايه يعني هو هيدا ما فيه بعد بهالدتايل صحي لذلك نحن بنركز على المستوى اللي عم تاخدوه العلمي المستوى العلمي وليس فقط مستوى الفاسيليتيز يعني ما هناك متوفر بالمدرسة من قاعة للرياضة او ملاعب او الى اخرها او حتى من البيهان البيهان الحيطان ممكن يكون في شي خاصة عم نحكي عن عام الست سنين وسبع سنين ممكن يكون ابيض عادي وممكن يكون نحن عاديين هنا انه فيه اخضر نزا نبين بالستوديو هنا الاخضر هلا هلا بتاخد زوم اوت وبين انه شي تاني انيوي فاي هيدا كمان حتى يعني من الديهان طبع الحيطان لشو متوفر من انشطة رح تتغير لكن ممنوع دون انه ازا سألوا فينا نرجع عالمدرسة السابقة بعدين ما فينا نجي نقول اي ممكن انه وعدهم بشي ونحن ما نمأكدين هلا انه بعد ثلاث سنين او سنتين لحنردكم عمدرسة انتوا فيها لان اصلا بعد سنتين او ثلاثة انه بكونوا صار عندهم كمان اسسوا حالهم بين مدرسة اكيدا خلينا نحن نقول انه نركز كاهل لان بدنا شوي تأجو بي على الاسئلة الصعبة خلينا نقول خلينا نتأكد على الشغلتين على المستوى العلمي وعلى الاصدقاء والصديقات نفرجيهم كيف انه هيدا المستوى هم مدرسة الراحين عليها مستوىها العلمي منيح متل مدرسة وجيد متل مدرسة كنتوا فيها لانه افتكر الاهل حيعملوا البحث طبعا لا يريعوا مدرسة مستويها جيد وعلى الاصدقاء انه يضلوا على اتصال وتواصل مع اصدقاء وصديقات والمدرسة السابقة ومصدر غيرها انه صار فيه صديقات واصدقاء جديد يعني يركزون على الشغلة لانه هني لما يقولوا رح يشتاقوا اوكي رح يشتاقوا للمدرسة كمكان جغرافي ولح يشتاقوا للي كانوا في المدرسة فاذا نحن نعرف نختار او اللي اختارون ولادنا من عز اصدقاؤن اللي بنخلينا على التواصل معن وبيقيموا علاقات جديدة مع اصدقاء وصديقات بالمدرسة الجديدة فاذا وهيدا بيبرهنوا الاهل من خلال اول ثلاثة السابيع من المدرسة الجديدة دي هلا طبعا يمكن كله اونلاين وما في روحة ما في ذهاب للمدرسة الجديدة لكن الاهل ونحن عايشين دي بلد صغير انه ازا بيعرفوا حدا من الاهل من المدرسة الولادهم ينتقلوا عليها انه يعملوا معهم نوع من العلاقة ويعرفوا ولادهم على ولاد العائلة الاخرى يعني يروح عمدرسة وفي معرفة مسبقة ببعض الوجوه هايدي خاصا ضرورية لللي عملوهم تحت ال 13 تحت ال 14 انه الاهل بيقدروا يعاملوا وهاذي كتار من الاهل عبي عملوها من اللي عابكونوهم يعيشين برة عابيحكي عن الزمن الكوروني قبل التفجير اللي عايشين خارج لبنان ورجعوا على لبنان خارج الشام رجوع عاش الاردن رجوع على الاردن الاهل عبيتصلوا لانه دي بحذة اللي كانوا يعيشين بدول الخليجي ممكن كانوا يعيشين باوروبا بأدول الأروبي عبيرجعوا على الاردن على لبنان عشان عبي الاهل عبيعملوا علاقات مع عائلات بطرح مولادهم بحيروحوا على مدرسة اللي هي فيها حتى ما يستغربوا لما يروحوا لانه بكفى انه جو جديد بقى هون كمان هن معنيين اللي بسبب آآ الكورونا رجعوا على على لبنان. دكتور رائد هاد آآ نحنا حكينا عن الاولاد اللي بعمر ست سبع ستين ولكن الادوليسان اللي مراهقين هن بعض اصعب من هول الصغار لانه الصغير تقدر تحكي شوي شوي بتفوط له براسه هولي الاشياء بتأقلم فيها ولكن المراهقة اللي منه عارف حاله لانه صغير حاتي تقجر هون وقجره التانية انه هو صار ادولت ما بيهين عليه التغيير بتحط عنده يعني بيصير افكاره تختلف كليا عن العمر الاصغر هيدا المراهق كيف تتعامل معه يعني صحيح يعني هون بدو ينقل من مدرسة لاخرى وخصوصا بتفاوت المستويات لانه بيكون تعود ورباء على مستوى معين صحيح بدو يتفهموا يعني في وضع اقتصادي يعني النتيجة اللي يكون عمره ستتعاش او سبتعاش بيجو الاهل بقولوا طيب انا هل قد معي مصاري هل قد القصة انت قادر تشتغيل وبدو دلك مدرسة اللي انت فيها يعني قادرين يفهم ونحكي معهم فوت معهم بقى حديث دخلها بالمادة وبالمصاري غير اللي عمرهم تسع سين وعشر سين يعني بنكونوا منطقيين وهوني وهوني المشكلة تكمون وين لما يكونوا الماما وبابا ليسا على اتفاق يعني ممكن كتير مسلا تكون البابا مركز بدو يخليه نفس المدرسة الماما بتقلو يا عمي ما جينا عالجامعة والقصة صار مدرقة ده طيب خلينا هاو دي نقيمون تحت ايه بكرة منتدبر او 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 الله بدبر او ايه او الله بدبر بمعنى اعطاك عقل تتدبر بقى بقى فيك تدبر من هولا سنتان تخليه من نفس القصة وتفوتنا عجامعة بعد سنتان او العكس يمكن الام تكون معارضة فازا ارار الموحد من قبل الاهل ضروري ان كنا عم تعطى مع عمرهم تسع سين وعشر سين او عمرهم وستعشل سينة منفروض تكون بيحثين فيها لم اقنعها او او لم استطع اقنعها على زوجتي لم تستطع اقنعي بس واحد بدو ازا ازا ما فينا نكون مش موحدين قديم اولادنا بقى هو الافضل نكون حدا ناقنع التاني بس انه بنتيجي لما نجي تنحكي عن الموضوع ما فيه اندي يجو يصير فيه التحالفات داخل العائلة الوحدة انه انا صافف مع البابا بهذا القرار وانا صافف مع الماما وزف مع الماما بهذا القرار وهيدي بكل مجالات الحياة مش بس بالمدرسة لكي هلا عم نحكي نحنا عن مدرسة انه لما بدي ايجي انا اخد قرار انه اولادي انه مكان مدرسة الاخرى بدي يكون فيه اتفاق بين الاهل وكيف اذا كان الانتقال الى مدرسة رسمية بقى هون هون للأسف انه مدرسة رسمية ببلاد العالم كله هي مدرسة كل الناس روح على المدرسة الرسمية صحيح يعني نحنا عنا بالقلب الموضوع صحيح الاقلية بتروح على المدرسة الخاصة نحنا هون عنا الاكترية على المدرسة خاصة والاقلية على المدرسة الرسمية ومفروض العكس يكون صحيح بقى خان اقول انه المدرسة الرسمية كمان في البعض منها عندهم لائحة انتظار في ويتنج لست من كتر ما هي مستويها ممتاز مش جيد وجيد جدا ممتاز ومعروفين طبعا هذا يعود لجهة شخصية من قبل ادارة المدرسة المحلية يعني مديرة المدرسة مدير المدرسة حتى باتت بعض المدارس تعرف بأسامة مديرتها ومديرة لكن ليس هذا هو الوضع بكل الجمهورية الليبنانية وطبعا هذا تقصير من الدولة ومن الميزانية الدولة لتخصيص مبارغ معينة لانقاذ المدارس الرسمية وبنفس الوقت نحنا كنا عم نحكي عن مكان الجغرافي طبعا مدرسة في مدارس رسمية بتفوت عليها بتلاقي انه انه هذا شيء كتير مهم لانه في قرد يا اما من مغتريبي القرية برعوا فيه يا اما من دولة ما بقى بتليه انه عندها قاعد محاضرات مثل الجمعات الخاصة مثل مبنى الجمعة البنانية بالحدث انه شيء مهم كتير مقارنة مع مدارس ما في الى نوافز وحتى مقارنة هلأ انت حددت مبنى الجمعة اللبنانية حتى مقارنة مع مباني الجمعة اللبنانية بغير مناطق او صحيح اكيد انا احكي الجمعة اللبنانية حدث يعني حتى الجمعة اللبنانية اختلف المباني مع انه لازم يكون روح الجمعة البنانية بالمناطق هي اصلا من اقوى من اقوى الجمعات ولكن للأسف انه تواحد يرغب تحتى يكون منيح تحتى حتى تأثر على النفسية مش اذا الانسان لازم كل الناس على كالفة المستويات تروح على الجمعة اللبنانية لذلك ما نحكي عن الجمعة اللبنانية بعد ديقة بس اذا بسمحيدي احكي عن مدارسة الرسمية انه الشباب والصبايا بدون يعرفوا انه بالمدارس الرسمية في طلاب عب ياخدوا منح مية بالمية بالجامعات الخاصة جايين مدارسة الرسمية يعني لما يكون بالجامعات الخاصة مية بالمية مع مخصص شهري ولاب طب وما كان سكن تبهوضي خبجين مدارسة الرسمية بتقولي انه هده جهة شخصية من التلميذ مظبوط ديقة بس كمان في هيئة تعليمية طب مهوضي المعلمات والمعلمين المدارسة الرسمية من الأن مخرجين من الجمعات المخرجين منها الاساسي طبع الهيئة التعليمية طبع مدارسة الخاصة اللي هو نجيع على الجامعة البنانية لهيئة تعليمية بالجامعة اللبنانية المعلمية ومعلميتها مخرجين من الجامعات نفسا مخرجين منها الهيقات التعلمية من الجامعات الخاصة المنح اللي بيخدوها والبرامج اللي بيخدوا فيها قبول بجامعات الخارج طلاب الجامعة اللبنانية تقفوا دراسات عليا ماصرز وبي اتش دي Shankar vousаче defendez طلاب الجامعات الخاصة. فإذاً الجامعة الخاصة عم بتخرج طلاب تروح تتكفي دراسات عليا بلبنان أو خارج لبنان. والجامعة المنية نفس الشي. فهلأ لأنه الجامعة المنية متداول اسمها كتير من ناحية آخر خمس سنوات شوية أكتر انه تدخلات السياسية والتعيينات المرتكزة على المذهبية والطائفية والزبائنية. هيدا بخص فلان وهي المرجع فلان. عطيت وصمت الجامعة اللبنانية بصورة سلبية لكن لم ينل من مستوها التعليمات. بقى ممكن يكون فيه عميد أو عميدة ليس بمكان المناسب شوية بأثر على الإدارة بأثر يمكن على تعيينات حتى الأساس لكن بعده بشكل عام بعده مستوى الجامعة ابنانية مقبول. والدليل انه عبروحوا الطلاب بالجامعة ابنانية عبينقبلوا بالجامعات بالخارج بقى ما يكون عنا عقدة المدارس الخاصة والجامعات الخاصة. نعم. وهي دي انا بقولها كتير للشباب والصبايا. لانه مفتكرين انه هني بكونوا حرف ناقص اذا فاتوا على الجامعة ابنية او بالظرف هيدا هلأ راحوا على على المدارس الرسمية. اللي بعدني عبقول انه خي طيب انت روح عجامعة خاصة. وعلى جامعة. ليش طلاب الجامعة الرسمية عب بيخدوا منح وبعض الجامعة الخاصة عب بيخدوا منح. معناتها انه كمان دخل انه جهد شخصي وفي كتار اهل في كتار طلاب. بقولوا من بعد ما فاتوا على مدارسة الرسمية انه ايه مضبوط. معنا في شوية اشياء من ناحية نظامة يختلف. من ناحية توقيت امتحاناتها خلال السنة يختلف. نعم. لكن الواحد لما يكون جدي بيديه كتلميز يعني. بيكون وفر على الاهل ملايين اللي رأى طلاب الوقت الحالي. وبنفس الوقت بكون اهل حاله انه اهلت حاله تخوط على الجامعة مثلها مثل غيرها. صح. نحنا بنا نشكرك دكتور رائد على النصيح القيمة دايما اللي بتعطينا ايها. والمواضيع العملنا ايا اللي هي هي هيك دايما مواكبة للأحداث. ايه طعنا بالشؤون الموجود. صحيح. 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 شكرا عن جديد. شكرا. 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 مرة تجي. اكيد. اكيد. اهلا وسهلا فيك. بريك مشاهدينا ومنرشا.